كيف سينتهي العالم هذا العالم الذي نحن فيه خلق في ستة أيام لكن نهايته في سنين طويلة لماذا؟ لأن الخلق كان في ستة أيام لأن الدنيا مدتها بسيطة بالنسبة للآخرة أما النهاية فهي طويلة لأن ما بعد الدنيا يوم لا ينتهي أبدا اليوم الآخر فكيف سينتهي هذا العالم هناك علامات صغرى وعلامات كبرى العلامات الصغرى خرج منها تسعين أو أكثر في المية ولم يبقى إلا القليل أما العلامات الكبرى فهي عشر متتابعات أولها خروجا الدجال المسيح الدجال يخرج من أصفهان في إيران هناك حيث الشر كله الرافضة واليهود ينتظرون خروجه وسيخرج في أصفهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه سبعون ألف يهودي عليهم الطيالسة ولذلك مهما أظهر الرافضة عداءهم لليهود فكلهم على قلب واحد وكلهم على ملة واحدة ملة الكفر فإذا خرج الدجال سيمكث في الأرض أربعين يوما والأيام مختلفة يوم طويل طوله سنة ويوم طوله شهر ويوم طوله أسبوع ومعظم أيامه الباقي مثل أيام الأهاتف الأيام العادية يوم طوله سنة قد يستغرب البعض ما معنى يوم طوله سنة هل تعلمون أن هناك مناطق في الأرض الشمس لا تغيب فيها في السنة كلها إلا ساعات بسيطة وباقي الوقت كل نهار وبعض المناطق النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر فهذا ليس بغريب على الله عز وجل المهم أنه سيخرج وهو أعظم فتنة تمر على الإنسان وما من نبي إلا حذر أمته منه حتى إننا نحن في كل صلاة نصليها نتعوذ من الدجار سينطلق هذا الدجار في الأرض يعيث فسادا لا يدخل في قرية إلا فتن أهلها وتجري على يديهم من خوارق الأمور الأمور العجيبة لأن الله يفتتن فيه الناس ولا أريد التفصيل الكثير فيه لأني أنا أريد إلى أصل إلى شيء آخر ينطلق في كل مكان حتى يصل إلى مكة والمدينة لكن لا يستطيع أن يدخلها فلا يبقى مكان إلا وصل إليه في أثناء ما هو يجول ويصول في الأرض تخرج العلامة الثانية ألا وهي نزول نبي الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم الذي رفعه الله إليه في السماء ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما قال عليه الصلاة والسلام ينزل ينزل وأول مهمة له هو أنه يبحث عن الدجال لينهي فثنته فينطلق يبحث عنه يبحث عنه الدجال يعرف عيسى صلى الله عليه وسلم يعرفه بريح نفسه وإن ريح نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ منه مد البصر فينطلق خلفه ويبحث عنه حتى يدركه في باب اللد أتعلمون أين باب اللد؟ باب اللد في فلسطين في الأرض التي يحتلها اليهود الآن إذن هو خرج من أرض الرافضة وسينتهي في أرض اليهود هناك يدركه عيسى بن مريم فيذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء لكنه يدركه فيقول إن لذيك ضربه ولن تخطأها فيضربه بخنجره فيموت الدجال وتنتهي فتنته يلتف الناس حول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وبينما الناس منهمكون ومقبلون عليه وفرحون به إذ بالعلامة الثالثة من علامة الساعة تخرج ألا وهي يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج هم قوم حبسهم الله من أيام ذا القرنين وبنى بيننا وبينهم سد عظيم إذا خرجوا سيخرجون عندما ينهار هذا السور وهذا السور رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا ثم يخرجون منه يموج بعضهم في بعث كالأمواج مليارات البشر تخيلوا يا كرام مليار إنسان يدخلون على قرية صغيرة أو على مدينة يعني الرياض الآن تعداد ثمانية ملايين أو خمسة ملايين أو كذا مليار إنسان كلهم مجرمين ليس في قلوبهم رحمة لو دخلوا إلى مدينة مثل الرياض ماذا سيفعلون فيها؟ يهلكون الأخضر واليابس هذا هو ديدنهم لا يبقى بلدة إلا دخلوها وأعدموها وأحركوا وسلبوا ونهبوا ويمشون شر في الأرض يمشي إن من شدة شرهم أن الله تعالى يقول لعيسى بن مريم يا عيسى إنه قد خرج أقوام لا يدان لأحد بقتالهم يعني لن يستطيع أحد أن يواجههم فافزع إلى الطور اذهب إلى الطور أنت ومن معك من المؤمنين فينطلقون إلى جابل الطور وعندها يصلون إلى أرض فلسطين إلى أرض الشام ودائما الشام هذه أرض مباركة فيها تنتهي كل المصائل فإذا وصلوا إليها دعا عيسى بن مريم ربه وقال إن اللهم خلصنا منهم فإنهم شر فعندها يرسل الله تبارك وتعالى على أولئك الخلق الذين لا يعلم عددهم إلا الله يرسل عليهم في ليلة واحدة دون مثل النغف أشبه بحيوان القراد الذي نراه حول الإبن يتسلط على رقاب هؤلاء القول فيقتلهم الله كلهم في ليلة واحدة الله أكبر ما أعظم قوة الله فإذا ماتوا كلهم تنفخت جيفهم وزاد نتنهم عندها يرسل الله تعالى طيور كأسنمة البخت يعني كرقاب الجمال تأتي فتحمل هؤلاء القوم وتطير بهم وتربيهم في البحار وتربيهم في أماكن بعيدة ثم يأمر الله السماء أن تنضر فينزل مطر لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخله هذا المطر فتخرج الأرض بركاتها ويبارك الله عز وجل في الأرض حتى إن القوم يعني الستة والسبعة أشخاص لا يستضلون بقشر الرمانة الواحدة ليس بالشجرة بالقشر حق الرمانة الواحدة من شدة البركة في الأرض يجلس عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم سبع سنين في الأرض يحج إلى بيت الله يكسر الصليب يقتل الخنزير يعرل التوحيد يعود الناس إلى دين الله أفواجه ينتشر الخير في الأرض وبعد أن يكمل سبع سنوات ليكمل أربعين سنة من عمره يموت عليه الصلاة والسلام ومجرد ما أن يموت يبدأ الشر يعود إلى الأرض ويبدأ الناس يعودون إلى الشرك ويعودون إلى الرذيلة وهكذا هو حال الناس وللأسف بعد ذلك تخرج ثلاث علامات متتابعات خسف في شرق الأرض خسف يعني مدينة مدن بأكملها موجودة اليوم غدا لا تجدها أين ذهبت خسف بها في الأرض والخسوف بدأت تكثر الآن لكنها صغيرة ليست كبيرة لا يدرى إلى أين تصل خسف في شرق الأرض وخسف في غرب الأرض وخسف هنا في جزيرة العرب يخسف بمدن بأكملها حتى أن الناس كلهم يتحدثون عن هذا الخسف العجيب هذه الآن ست علامات خرجت من علامات الساعة بعد ذلك يأتي دخان عظيم يملأ ما بين السماء والأرض يتأذى منه الكافرون أذى شديدة ويتأذى منه المؤمنون كالزكمة يعني زي الحسسية أذى خفيف هذه العلامة هي السابعة بعدها تخرج آخر ثلاث علامات من علامات الساعة وهي التي قال الله فيها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل يعني هنا الآن العلامات القادمة هي العلامات التي لا توبة بعدها ولا عمل يقبل ولا دعاء يسمع ما هي أولها يعني إليه العلامة الثامنة أن تخرج الشمس من مغربها وليس من مشريقها هي تخرج الآن من المشرق لكن ستخرج في آخر الزمن من المغرب كعلامة فبمجرد ما أن تخرج الشمس من مغربها تضع الملائكة أقلامها فلا توبة تقبل ولا دعاء يسمع ولا عمل يرفع خلاص الآن يبدأ التجهيز يوم القيامة تجلس الشمس ثلاثة أيام وهي تخرج من المغرب ثم تعود تخرج من المشرق كما كانت بعد ذلك تخرج دابة ذكرها الله في القرآن تكلم الناس وفي حديث آخر فيه ضعف أنها تسم الناس يعني توسمهم هذا مؤمن هذا كافر هذا مؤمن هذا كافر ثم بعد ذلك تموت الدابة وتخرج آخر علامة من علامات الساعة وهي نار تمشي كالسيول تخرج من شرق الأرض وتخرج من بحر اليمن من الجنوب تسوق الناس من كل حدب وصوب تذهب بهم إلى أرض الشام يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم تقيلوا معهم حيث قالوا يعني إذا جاء الظهر وقفت عشان يفتاحون الناس وتبيتوا معهم حيث بات فإذا جاء الليل وقفت لكنها تمشي والناس تهرب منها تهرب تهرب حتى إذا اجتمع أهل الأرض كلهم في أرض الشام توقفت وانتهت بعدها يرسل الله تبارك وتعالى ريحا طيبة كالحرير لا يشمها من في قلبه لا إله إلا الله إلا يموت مباشرا فيموت كل من في قلبه لا إله إلا الله ويرفع القرآن ويرفع كل شيء فيه اسم الله عز وجل لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق فإذا رفع القرآن ومات أهل التوحيد يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل أن يبدأ النفخ في الصور فكيف يكون النفخ صوت عظيم صعقة كل من يسمعها يموت مباشرا يبدأ الصوت قليل ثم يرتفع أول من يسمعه إثنان يتبايعان يموتان مباشرة يرتفع الصوت يسمعه رجل يلوت حوض إبري يموت مباشرا والصوت يرتفع وكلما ارتفع الصوت مات يمشي هو يمشي الصوت ويقتل يمشي ويقتل حتى إذا وصل إلى السماء بدأت الملائكة تموت ثم بعد ذلك تضطر بالسماوات والأرض تنكدر النجوم والصوت يرتفع يصددم الشمس بالقمر والصوت يرتفع تمور السماء مورا تكون وربة كالدهان تسقط شهب السماء على الأرض تنطلق الشهب إلى البحار فتسجر البحار والشمس والصوت يرتفع وتشتعل البحر وتشتعل الأرض والناس تصيح ما الذي يحدث الذي لم يصلهم الصوت يصيحون ما لها ما لها والصوت يمشي ويقتل يمشي ويقتل 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 حتى إذا انقطع الصوت فإذا كل من في السماوات قد مات وكل من في الأرض قد مات وكل من تحت الأرض قد مات ثم بعد ذلك يسأل الله تبارك وتعالى ملك الموت من بقي يا ملك الموت فيقول بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير ملك الموت فيقول الله له اقبض أرواحهم فيقبض روح جبريل أعظم ملائكة السماء ويقبض روح إسرافيل ويقبض روح ميكائيل فإذا لم يبق إلا ملك الموت قال الله له مت يا ملك الموت فيموت عندها يطوي الجبار جل جلاله السماوات السبع بيمينه والأراضين السبع بيمينه ويرجفها ثلاث رجفات هائلات وفي كل رجفة يسأل لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول لنفسه لله الواحد القهار هذا هو الحي الذي لا يموت